و أجمل التهاني القلبية بحلول شهر شعبان ذلكم الشهر العظيم اللي تتشعب فيه الخيرات شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين و سيدنا الحبيب المحبوب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الصيام بيقول أحب أن يرفع عملي و أنا صائم فإحنا كلنا جاهزين و إحنا على إعتاب الشهر فيه أعمالنا أنها ترفع لربنا خلال هذا الشهر الأعمال السنوية طبعا طيب ما تقول لنا كده يا سيدنا النبي يعني باختصار أحب الناس إلى الله ربنا بيحبنا كلنا لأننا صنعته بس مين أحبنا لربنا يعني ربنا بيحب مين فينا أكتر أحب الناس إلى الله سيدنا النبي قال أنفعهم للناس إنسان كده بيجي لك من وراء كل خير تقعد معاه لو ما لا سمح الله لو ما هموم همك يزول بتاخد نصحته في حاجة يديك النصيحة ريع مشوار يقف معاك ما نشعر هو وجوده خير مصدر نفع للناس ده أحب الناس إلى أنفعهم للناس بينفع الآخرين طيب جميل عرفنا أحب الناس إلى الله طب قل لنا يا سيدنا النبي ما هي أحب الأعمال إلى الله يعني إيه أكتر حاجة ربنا بيحبها كل الأعمال الصالحة ربنا بيحبها صح ولا لا لا إحنا عايزين أحب الأعمال إلى الله أحسن حاجة ربنا فالنبي قال إيه عد معي بقى صرور تدخله على مسلم تفرح الناس تخيل تخيل حضرتك دوالبنا الدوالب بتاعتنا فيها هدوم فيها هدوم إذن تبساج قديها تفرح الناس صرور تدخلوا على مصدر ماشي تكشفوا عنه كربة تقضي تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا شوف تأكله تقضي دينه شوف تدخل على الصرور النبي قولي ولن أمشي مع أخي في حاجة أحب إليه من أن أعتكفها في هذا المسجد يقصد المسجد النبوي شهرا أنك تمشي مع واحد في مصلحة أحب أنك تعتكف شهرا النبي قول كده أنا أحب إليه من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا طيب وإيه كمان وهم انكذم غيظا وإن شاء أن ينضيه أمضاء يعني واحد يقدر يعمل حاجة بس يكذم غيظه أيوة ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام بس باختصار أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في شهر شعبان وأن يبلغنا رمضان نعم